أسرة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا كانت الأيام والشهور والسنوات الزمنية لا وجود لها قبل وجود الشمس والقمر كذلك فإن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا وجود لهم قبل وجود محمد صلى الله عليه وسلم إنه شمس قضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم وكما يتمتع الخلق وكما يتمتع الخلق والوجود الطبيعي من تلك الأشعات الشمسية الشمسية سواء منها ما كانت فوق البنفسجية أو كانت تحت الحمراء أو كانت تعادل أشعات 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 اللازر والقامة كذلك كذلك تتمتع الأرواح والنفوس من تلك الأنوار القدسية والتي وجدنا شخصية محمد مرآة تنعكس منها تلك الأنوار اللي تتغذى بها تلك الأخلاق وتلك القيم لو لم يلوح في فضاء الكون طلعته تبقى البرية في الظلماء يالله من جسم الضفايين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كل إمين لذا نرى أن العبارات الشعرية والنثرية تستدعي استخلاص الفهم والمعاني وذلك لما فيها من محكمات ومتشابهات فمثلا يقال في عبارة عربية لكل دهر دولة ورجال نعم لكن رب أشباه رجال ليسوا في الحقيقة رجالا وإذا وجتنا في بعض الكتب هذا المقال الذي معناه أن التراكم المعرفي سواء وجد منذ الحضارة الفرعونية أو الحضارة الإغريقية والذي جاد بها كل من سقراط ونيوتون أو العلوم الإنسانية والطبيعية والكونية والتي وجدت في عصر النهضة وقد أفرزت تلك العلوم كُلَّن